مبدأنا معاكم من بداية اليوم واحنا بنتابع فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة نجوم كتير نوروا هذا المهرجان وكانوا موجودين في الدورة دي ونجوم كتير أثاروا الجدل ظهروا بميت وش احنا عشان كده قلنا ننقل بقى من الشمس للضل مش عارفين الوش هيتغير ولا لا نجمينا اللي معنا كلكم عارفينه هنشوف وشه معنا النهاردة وهو منورنا على اكسترا نيوز في هذا الصباح هيكون أخباره ايه؟ النجم اسلام ابراهيم يا اسلام يا اسماء ازاك اعونا ايه؟ منورنا حلو قوي السلسلة والحلقة بتوعجونا بجد شايف عشان تعرف بس اه لابس حلوين قوي حركة قبل انت كمان لابس ستايل حلو قوي ايه رأيك؟ حلو انت جننت الناس بالبيدل والستايل من اول المهرجان وحركات وإفهات والموضوع مكسر الدولة بس كنت عايز اعمل حاجة مجنونة ومطرقعة ومختلفة وتتناسب مع طبيعة المكان احنا في النهاية يعني المهرجان فاكك اكتر والحمد لله كانت حاجة لطيفة وبعدين يعني السايلس اللي عملت الشغل هي حد جديد اه فما شاء الله دلوقتي الصحفين بيكلموها والبرامج فانا مبسوط ان انا يعني كنت سبب قدرت تشجع مع وهيبة جزيرة اه لا بس عملت جوز عملت حاجة لا ايه شاطة الافيهات بقى اللي عملت تنزل كل يوم والناس عمالة لقيها ده عملت شغير افاق الناس عملت ايه هو اسلام جاي بحد بيكتبله الافيهات ولا ايه؟ بصي هقولك على حاجة احنا لازم نتفق ان في ميت وش الورق كان حلو اوي 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 اه يعني عمر الدالي واحمد طارق كان عندين شغل يجنن طبعا بس استاذة كاملة بتحس ان الفنان لما بيرتاجل لو هو عنده الملكة ده بيخلي الشخصية طبيعية اكتر واقرب للقلب فانا في افهات كنت بيرتاجلها بس ده ما يمنعش ان الورق كان عظيم يعني اه في حاجات كان بتطلع بقى في الهواء كيزا بتجيب تاريخ النصيبة كيف نشأت النصيبة اه كيف نشأت النصيبة وبتعشق المعاناة بتموت في ضيقة التنفس دي حاجات ارتجالية كاتمانة اه كيب بتعجب استاذة كاملة فبتقول لي قلها وش اسلام ابراهيم بقى انهي الحقيقي من الميت وش اه بصي احنا كلنا فينا جوانب كتير اوي يعني انا احيانا ببقى يعني شوية متطرف المشاعر يعني اما ببقى مش عايز اضواء وهادي جدا وبيتوتي وقاعد في البيت اما ببقى تشايني جدا وشيرفل ومنطلق ومنطلق يعني ساعات ببقى كده وساعات ببقى جد جدا ومركزت شغلي وساعات ببقى طفل قوي ومش عايز اي قيود يعني فعلا كلنا فينا ميت وش اشتركوا في القناة